مساء الخير مشاهدين الكرام نقدم لحضراتكم إحاطة مجزة لأهم الأنباء تعرضت قرية سفوه في ريف إدلب الجنوبي لقصف مدفعي مكثف مصدره عصابات الأسد المتمركزة في محيط مدينة كفرنبل المحتلة وجاءت تصعيد بعد جولة استطلاعية نفذها الجيش التركي في المنطقة كما شهدت قرية فليف الفيذات المنطقة قصفا بقذائف المدفعية دون تسجيل إصابات بشارية تضرر آلاف النازحين القاطنين في أكثر من 24 مخيما بريف إدلب الشمالي جراء الأمطار الغزيرة التي تساقطت خلال ساعات الليل وحتى الصباح والتي أدت لتشكل السيول ما تسبب بغمر عدد كبير من الخيام وسط مناشدات أطلقها الأهالي للجهات الإنسانية كما أدت غزارة الأمطار لإغلاق عدة طرقات في مدينة إدلب قتل ثلاث عناصر من ميليشيا قسد باستهداف سياراتهم بالأسلحة الرشاشة من قبل مجهولين كانوا يستقلونها على طريق حقل العمر النفطي شرقية دير الزور وفي سياق منفصل استهدفت مسيارة تركية نقطة لعصابات الأسد في قرية الشيخ عسى قرب مدينة إعزاز شمالية حلب دون ورود معلومات عن حجم الخسائر أوصت منظمة الخوذ البيضاء الأهالي في المحرر بضرورة أخذ اللقاح واتباع الإرشادات الوقائية من الإصابة بكورونا وحذرت المنظمة أنه بالرغم من الانخفاض النسبي في عدد الوفيات والمصابين فإن ذلك لا يعني أن الخطر قد انتهى لاحتمال تعرض المنطقة لموجة جديدة قد تكون أكثر خطورة من الموجة الأخيرة وصلنا معكم إلى نهاية هذه الإحاطة نترككم في رعاية الله